مشاهدين بخصوص التوافقات السياسية الكردية واجتماعات أربيل ينضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية من بغداد كفاح محمود كاتب ومحلل سياسي سيد كفاح أهلا بك من أربيل بداية يعني كيف يمكن قراءة هذه الاستدارة من قبل حزب الاتحاد الدموقراطي الكردستاني باتجاه دولة القانون والفتح يعني هل يلدغ المؤمن مرتين؟ بداية مساء الخير سيدتي الكريمة نتحدث إليكم من أربيل من هنا عاصمة تقليم كردستان في السياسة يبدو لي لدغات كثيرة جدا ليس لدغتين أو ثلاثة أو أربعة وخصوصا هنا في كردستان لدغات من الفعاليات السياسية في بغداد على مر السنين سواء في النظام السابق وما قبله وبعد 2003 لحد هذا اليوم كثيرة جدا لكن في الآخر لا يصح إلا الصحيح لغة الحوار يجب أن تسود العلاقات بين جميع الفعاليات السياسية نحن جزء من العملية السياسية العراقية وخاضر عراق وكردستان الانتخابات العامة التي خرجت نتائجها قبل فترة وإن لم تصدق وهناك طعون وبدأت مرحلة العد والفرز لكن في الأخير حققت كثير من الفعاليات السياسية وفي مقدمتها الحزب الديموقراطي الكردستاني نجاحا كبيرا وجلس على أكثر من 25 مقعد في البرلمان العراقي مما أهله لكي يتصدر قائمة الفعاليات السياسية في أقليم كردستان ولكي يحافظ على بيضة القبان في السلة السياسية العراقية فتح ودولة القانون يبحثان أيضا عن إجراء محادثات معمقة مع كل فعاليات السياسية بما فيها الفائزون الأوائل في الأقليم وهم الحزب الديموقراطي الكردستاني ويليه الاتحاد الوطني الكردستاني وكانوا منذ يوم أمس هنا في أقليم كردستان وأجروا محادثات مع قيادة الحزب الديموقراطي الكردستاني كما استقبلهم الرئيس مسعود برزاني أيضا وحسب التصريحات التي استمعنا لها الآن ومن خلال تقريركم هناك جو إيجابي ساعد كل هذه الحوارات هناك مشتركات كثيرة كما قال السيد فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي الحزب الديموقراطي الكردستاني وبالتأكيد هناك نقاط أيضا تحتاج ربما إلى بحث معمق ما بين الطرفين للذهاب إلى تشكيل كتلة كبيرة بعد تصديق نتائج الانتخابات لكي تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ السياسي الكفاح لكن البعض يعني يقرأ هذه التحالفات بصورة أخرى خصوصا مع تزامنها مع إعادة العدوى الفرز اليدوي يعني والنتائج التي قد تظهر بعد هذه العملية سيدة الكريمة يعني دعينا نكون هنا وقعين بالتأكيد يعني هناك من يعني من كان راضيا عن الانتخابات ونتائجها وهناك من كان بالضد وهناك من دعا كما قال ضيفكم قبل قليل عن تصريحات للسيد أياد علاوي حينما قال نحن نحتاج إلى إعادة الانتخابات نعتقد هذا إن لم يكن مستحيلا فإنه مستبعد بالكامل لأنه سيعني منهيار العملية السياسية برمتها لا يمكن إعادة الانتخابات المحكمة الاتحادية وضحت الأمور هناك معالجة للطعون والشكاوي التي حصلت وبدأت عمليات الفرز لكن الذي يخشى منه أن تطول هذه الفترة ولذلك ترين كثافة اللقاءات بين بين الكتل في بغداد أيضا هناك يعني لقاءات مكثفة كما رأينا في لقاء فتح مع سيد علاوي هناك أيضا النصر تجري يعني محادثات معمقة مع بخية الفصائل السياسية ولذلك أنا لا أميل إلى مسألة أن ننظر بزاوية يعني بزاوية سوداوية إلى العمر بالأكس أنا أعتقد أن هناك مساحة للتغلب على كثير من من الصراعات أو ربما المختلفات بيننا وأن نذهب إلى المشتركات كما كما أكدوا اليوم في لقائهم مع الرئيس بارزاني على إن المشتركات بين القيادة الكردستانية هنا وبين كثير من الكتل الفائزة أكثر من المختلفات سيد كفاح يعني دولة القانون للفتح ماذا بحوزتهما ليقدماه للتحالفات الكردية وهل يمكن اعتبار التصريحات بخصوص يعني منصب رئاسة الجمهورية التي تحدثت عنها اليوم أطراف كردية بأنها ليست بالضرورة أن تكون لجهة معينة يعني هل يمكن أن تكون ذلك تنازلا مقبل الجهات الكردية لجهات أخرى مثلا لا سيدة الكريمة يعني أنا يبدوني كمراقب أن الأمور ستعود ثانية إلى إلى المربع الذي بدأنا منه منذ قبيل انتخابات 2005 أو ربما حتى بعد انتخابات 2005 حينما ارتكزنا على مسألة التوافق والشراكة بيننا في إدارة البلاد لكن للأسف الشديد حينما تفرد مثلا حزب الدعوة أو دولة القانون تفردت بالحكم وأبعدت أو همشت أو أقصت أو أهملت بقية المكونات وخصوصا المكونات الأساسيين المكون السني والمكون الكردستاني هذا الذي أنتج الحال الذي نعيشه الآن بعد بعد أكثر من عشر سنوات أو خمسة عشر سنة من إسقاط نظام صدام حسين من قبل الأمريكان الآن يجب أن يعاد النظر في في تلك المختلفات وأن نبحث عن شراكة حقيقية ولهذا الخطاب السياسي هنا في كردستان وتحديدا الزعيم مسعود بارزاني يؤكد على مسألة غاية في الأهمية وهي ما لم ننجح في أن أن نشكل شراكة حقيقية لا تجميلية بين كل المكونات والفعاليات السياسية وبتوافق كل المكونات وبتوازن فعلي وليس اسمي كما كان حصل في السنوات الماضية لن نستطيع أن نغادر هذه الحقبة السوداء في تاريخ العراق السياسي وحتى الاجتماعي والاقتصادي نعم سيد كفاح محمود كاتب ومحلل سياسي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل شكرا جزيلا لك